عاقل حال كنا وعدنا نبي راح انتقل شوي من دوره دوباي كنا وعدنا الجمهور راحكون معنا اتصال كتير مهم مع الرئيس الفخري لنادي الحكمة الأب جون بول أبو غزيلي صباح الخير صباح النور قال له مع غياس ومع ضيطة كمان استاذ نبي قوار صباح الخير فهي من عاديتكم فيناتكم قال له خليكم خلينا ياك بير بير يعني فريق الحكمة عنده جمهور كتير كبير الكل بتابعوا أخباره صار في خضة كبيرة من أيام قليلة بزا فينا نقول خروج المدرب فؤاد أبو شقرة من الألعى الخضرة مبارح عرفنا أنه المدرب أبو شقرة رجع على الألعى الخضرة رجع على فريق الحكمة وأنا بعرف أنه كرئيس الفخري لنادي الحكمة حيبب أنت توصل الرسالة اتفضل أولا بحب أن نقول فؤاد أبو شقرة لا يتجزق من نادي الحكمة من الألعى الخضرة فلذلك نحن حتى يعني ما رح نعتبر هذا الموضوع موضوع حتى خروج ولكن يمكن كان فيه توقف لأسباب معينة ولما هالأسباب هذي يعني توضحت وعولجت أكيد كان هو مثل أقوله في الانتظار ونحن في الانتظار ونحن بالحكمة ننطلق طرف بالحساب في عنا أربع عمليات ستابية في عندك الجمع والطرح والضرب والأسنة ومثل ما قال صاحب السيادة راعل أبرشيل وطرامبولوس مطر وبليل حكمة بكلبته أمام الجمع الحاضر بعشر نادي الأخير من حوالي العشر فيام وأقل من أسبوع قال هالكلام هذا وأعطى هالأهدي الأمثولة منها فحتى الكل يتطعز فيها نحن في الحكمة بنتبنى الجمع معنا لطرح ولضرب ولأسنة فلذلك أكيد من حد كلنا نكون مجتمعين تحت ثقف واحد وكلنا سواء عم نشتغل بهذا المنهج عم نكون يد واحدة قلب واحد مع بعضنا البعض الحكمة لأنه بتجمع ما بتفرق فلذلك أكيد نحن راح نترك الخلافات كله وراءنا ومنطلع إلى المستقبل هذا اللي بهمنا وبقدر من أعلن وقول أكيد المدرب وضب وشقرة اللي هو مدرب عظيم جدا ومنفتخر فيه بالبناء كل لبنانيين أنه نحن عمنا هاك شريحة من المدربين في لبنان اللي بالفعل منعتز فيهم فلذلك هو عاد إلى القلعة الخضرة وانتداء من يوم بكرة الثانية أذن الله بيرجع بباشر عمله ونشاطه مع العيبة اللي بحب أن نوجه لهم تحية لألن للجهاز الفني وأيضا للجهاز الفني اللي هي عم تصهر دائما على العمل الصحيح بالنادي تقوم فيه وتعمل خيء هذا نادي وأكيد بحب أن نوجه تحية لربطة جمهور النادي جمهور الحكم الكبير من كل أطراف لبنان من أقصي إلى أقصي على دائما وقوفه إلى جانب النادي وبيعطي الهم وبالله ما تعطي له هم أكيد فيه عين صهراني على هالنادي وفيه ناس عم بيهتموا فيه ولكن مش كل شيء كل ما بيحدث بدنا نطلع ونحكي عنه علىنا أو ما نوصل لما بيكون فيه من داعي دغل نحنا مثل هلأ عم نوضح الأمور وعم نعلنها بشكل رسمي لما بيكون فيه عنا مثل ما بقوله الشيء صار بين إيدينا إنه نقدر نوصله ونقوله واضح أبونا بدي أسألك سؤال مبارح اجتمعته عرفت مع اللاعبين مع الجهز الفني بوجود المداري فواد أبو شقرة شو كان الحديث وشو الطموحات يعني بعد كل شوك بيصير من وراه بينتظر كل المتابعين بينتظر إنه هالشوك يكون إيجابي كيف رح يكون الشوك إيجابي بالنسبة لفريق الحكم لأنه بنعرف جمهور متعطش لأي فوز بأي لقب كيف رح يكون هالشوك الإيجابي وهل صحيح إنه جولياخ الزوع بدأ ينحكى معه رسميا لعوته للألعى الخضرة أولا رح رح سيبي سؤالك ثلاث نئات في غياس أول نقطة هي موضوع النادي إذا كنا اجتمعنا بارح نحنا مع العيد لأ نحنا طلبنا من المدرب أبو شقرة مثل ما كان بالبداية هو تواصل مع المساعدين له مع جهازه الفني إنه كيف لازم يتابع العمل بهالفترة هيدا الثلاث أسابيع اللي كان غايد فيها عن التدريب في المادي نحنا طلبنا إنه بنفس الطريقة كاللجنة إدارية طلبنا منه هو يرجع يعيد هذا التواصل مع الجهاز الفني ومع المساعدين عيدين طبعه المدربين ويرجعوا يتواصل مع اللعيبة متل ما كان صارت الأمور من قبل ثلاث أسابيع ترجع تصير بالطريقة الزيتة هلأ هلأ من ناحية الثانية كنت قلتني قبل جنيان خالزوع كمان سؤال بالنسبة لموضوع يمكن النادي حاليا إنه منطمن الجمهور طبعونا إنه أكيد اندفاع قوي الحماس شديد وإن شاء الله هلأ بعودة المدرب أبو شقرم من جديد بعد هالانقطاع كنت أسابيع يكون في عنا انطلاقة جيدة جدا موسم كتير حلو يكون واعد بالخير ونكون على قد الأمال والطموحات اللي أكيد بتمنوها وبترجوها كل جمهور الحكم المحبية الحكم ومحبية كرة السلة مش بس محبية نادي أو جمهور النادي لأنه محبية كرة السلة وبتصور أستاذ نبيل كمان حدك بوافقني هالكلام بيحبوا أنه الحكم تكون عم تلعب وتكون عم تلعب بقوة لأنه هذا الشي يعني كل نادي على الأرض على الأراضي اللبنانية وكل محبية كرة السلة واللي اللي بتزوّقوا هاللعب وبالنسبة لجوليان خززو لا ما في شي بخصوص موضوع جوليان خززو أنه هذا حكي كله هلأ إعلامي يمكن عم يتداول أنا بحرد أنه أقول للكل أنه ما حدا نصدق شي بالوقت الحالي من اللي اللي عم ينقال عن عوضة أو لأي نادي آخر أو أي اتفاقات أو توقف اتفاقات مع عوضة المدرب أبو شقرة إلى نادي الحكمة كل هالأمور ياللي بتتعلق بجوليان خززو بقدر أولا لكن بقدر أقول أنه بلق نادي ندفع له المبلغ اللي كان بتوجب ولياللي حكمت فيه محكمة البعض على خززو دفع هو دفع المتوجبات المالية المتوجبات المالية نعم من 30 40 صحيح وهذا اللي يصار وفخر أنا أريد أن أشكر كتير بير جون بول أبو غزي لرئيس الفخر لأنه رح أكون معك أخير الأسبوع المقبل كمان بمباراة الحكمة وهوبس متمنى تكون موجود لنقدر كمان نعمل معك مقابلة مطولة توصل فيها كمان رسالة لجمهور كرة تسلي مثل ما قلت وكمان جمهور الحكمة بشكل خاص بدأ أشكركم إن شاء الله بيزن الله منكون معكم ومنكون عملوا المباراة الجميلة الأسبوع القادر ألا قويك يعطيك العافية ولضيفك برجع بوجه وتحقيق الله يخليك وإلا يحفظكم جميع الآيات مبارك شكرا لألك كمين